نزلت مدينة العالمين الجديدة تستقبل جمهور وزوار مهرجان العالمين الجديدة للإسبوع السابع على التوالي بالعديد من الفعاليات المتنوعة حيث شهد الأسبوع المنقضي فعالية الموترويك وسباق السيارات الذي جمع عشاق هذا السباق في منافسات شديدة وسط أجواء حماسية جمالية بمدينة العالمين الجديدة كما شهد افتتاح مهرجان نبتة للأطفال لأول مرة في النسخة الثانية الذي قدم العديد من الأنشطة والورش الفنية والتعليمية للأطفال وسط حضور كبير من الأسر والأطفال للاستمتاع بهذه الفعاليات منطقة اليو أرينا شهدت حفلا كبيرا للفنان حمزة نمرة ومصر إجباري وسعاد مسي في ليلة فنية جميلة عاشها جمهور مهرجان العالمين الجديدة واستمر سباق السيارات الخاص بالموترويك ولكن مع السيدات التي شاركنا بقوة في هذا السباق فضلا عن مشاركتهن في مختلف الفعاليات وفي أجواء رياضية فنية احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالأبطال الأولمبيين الذين حصلوا على مديليات في أولمبيات باريس باحتفالية خاصة في المصرح الروماني بالمدينة التراثية أحيتها الفرقة المصرية للموسيقى والجناء بحضور وزير الشباب والرياضة وقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفي إطار التواصل مع المؤسسات المختلفة استقبلت مدينة العالمين الجديدة وفدا من الواعظين والآئمة بوزارة الأوقاف من ذوي الهمم للاستمتاع بشواطئ المدينة وذلك في إطار الزيارة التي أجراها وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بصحبة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمر الفقي كما استمر معارض تنمية الأسرة المصرية المقام بأرض المعارض في تقديم أنشطته ومبادراته المختلفة واحتضن مبادرة نورة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية والتي تهدف لتنمية مهارات الفتيات وتمكينهن في سن مبكر وفي إطار الجوالات المختلفة شهد مهرجان العالمين الجديدة زيارة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والذي أكد أهمية الحوار الوطني واهتمام الرئيس السيسي بتنفيذ كل مخرجات الحوار في الملفات المختلفة كما شهد المهرجان زيارة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتفقدها لجناح الأكاديمية الذي يقدم العديد من الأنشطة المختلفة في إطار اهتمام الأكاديمية بالاستثمار في بناء الإنسان المهرجان شهد أيضا انطلاق ماراثن الدراجات بمشاركة خمسين لاعب من منتخب مصر للدراجات وقرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد بحضور عدد من المسؤولين والرياضيين وقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولأول مرة تنطلق النسخة الخامسة لبطولة القاضية للفنون القتالية المختلطة التي تضم 24 متنافسا من ثمان جنسيات مختلفة كما شهد المصرح الروماني حفل الفنان عمر خيرت في ضيافة برنامج صاحبة السعادة وبداية عرض مصرحية البنك سرقو للفنان أشرف عبد الباقي والتي تاتي في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض ويختتم الأسبوع بحفل فني لفرقة كيروكي وتوليت في منطقة اليو أرينا بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية المختلفة وهكذا يواصل مهرجان العالمين الجديدة رسالته التي تهدف لتسليط الضوء على إحدى أهم المدن السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المهرجان التي تستمر حتى الثلاثين من أغسطس الجاري محمود جميل التلفزيون المصري